بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله وقالدكم مشاهدين الكرام بالخير والأنور والآفية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات مخصصة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع لمناقشة موضوع في غاية الأهمية والخطورة والتعكيد والبساطة في نفس الوقت كفكرة وهي فكرة التضليل الإعلامي أو الحرب الإعلامية أو الحرب النفسية أو صناعة الكذب الذي يحدث ويدور والهجمات الإعلامية التي تلقاها العقل اليمني في ظل تقنيات العولمة أو العصر الغول التكنولوجي الذي نعيش فيه وهو طبيعة التحديات التي نواجهها من هذه الحرب الإعلامية وكيف هذه الحرب في ظل المعطيات التقنية والنظريات الاقتصال السياسي أو نظريات الإعلام السياسي الأخيرة التي أصبحت نظريات جهنمية يعني نظريات تعمل على نظريات وجدت للرغابات في التحكم وعادة سياغة العقول وكيف نستطيع النظرية لا يمكن أن يفسرها إلا الدجل يعني أن هناك وكلمة الدجل هي كلمة موجودة في تراثنا الديني يعني تعني القدرة على تلبيس الشر بوجوه خير يعني الدجل لا يأتي لمجرد الكذب الدجل هو كذب مبرمج ممنهج مرتب بأسلوب يشبه الحقيقة إلى درجة فائقة بل ويزيد عن الواقع يعني حتى عندما يتحدث الله عن المنافقين يتحدث عن كلام يزخرفونه عندما يتحدث عن مزخرف يعني مزين فالحرب الإعلامية حرب تحتاج إلى عقول وإلى بصيرة عميقة تراعي أولا طبيعة العصر التقنية طبيعة الحروب الأممية طلح الصراع التاريخي هناك يعني هذه الحلقة تلقى في ظل معطيات ومحصلة من محصلات الحرب الإعلامية يعني سواء للشعوب يعني نتحدث عن المشطوهات يعني كلنا أنا كالجميع أنا بالاستثناء يخزن في دماغه الكثير من السموم والفيروسات الإعلامية التي تراكمت خلال مختلف مستويات وعيه مع الهجمات الإعلامية التي تعرض لها في حياته من خلال احتكاك بالتلفاز، احتكاك بالفضائيات، احتكاك بالأنترنت، احتكاك بالواتس، احتكاك بالفيس، احتكاك بأفلام السينما، بالروايات، بالكتب، بالمعلومات المجذرة، بكل وسائل نقل المعلومة المعاصر ووسائل نقل المعلومة لم تعد كما كانت يعني في الماضي، أصبحت يعني على مستوى الانترنت لا يتوجد أي هيئة التحرير ولكن لهم القدرة على التأثير النفسي والفكري وليس فقط الفكري أيضا حتى النفسي يعني يجعلوك تحب أو لا تحب بمعزل على أنت تعلم أو لا تعلم فكرة التلاعب بالعواطف والمشاعر أيضا فكرة من فكرة الإعلام السياسي أو التضليل السياسي الحلقات الماضية ناكشنا بفهم الإعلام أو التضليل وناكشنا حلقة مخاطر التضليل ناكشنا حلقة الماضية أيضا التدرج وأهمية الخطر الإعلامي أو التضليل الإعلامي في ظل تطورات التكنولوجيا وإلى مدى تنامي الخطر الحرب الإعلامية مع تساعد مستويات التكنولوجيا وخطورة الوضع على العالم العربي وعلى الشعب اليمني تحديدا بسبب هذه التفارات التكنولوجية والنظرية للإعلام السياسي أو للتضليل السياسي مع جمود فكري وتخلف تكني للعرب واليمنين بصورة خاصة ونحن نهكف ونفسر الشلل العام للشعب اليمني والوضع الحالي في هذه الأزمة يعود إلى حرب إعلامية صرفة تحمل فيها فكرة الدقة المنتظم والمتواصل حتى أصبحت عقولنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وقيمنا خطيرة وتحدثنا أيضا ونقول بأن الحرب الإعلامية تطورت أهدافها من مجرة التأثير على الرأي العام إلى فكرة صناعة الرأي العام وليس التأثير فيه فقط وصولا مؤخرا إلى إعادة برمجة الوعي العام ليس الرأي فقط الوعي العام بما يلبي أهداف معينة وإيجاد منظومات قيم جديدة فإذن ما هي صور أو تقنيات التضليل بالمعلومات التي نستهلكها دائما دون الوقوف عليها حتى لا نستهلك وقت الحلقة سنبدأ مباشرة بوضع مجموعة من الأفكار لأن أهم المرتكز تقف عليه كل نظريات التضليل الإعلامي هو جهل المجتمعات بكواعد الاعلام أو بكواعد الاستهلاك الاعلامي عندما تعتبر بأن المعلومة لمجرد بأنها فكرة روحية ليست لها مادة وبأن الكلمة هذه كلمة مجردة ليست لها جسد ليست لها كيان ملموس إنها مجرد فكرة محسوسة فأنت لا تشعر بأهمية خطورة الاستهلاك على الوعي ولكن يجب أن نعرف بأن هناك تقنيات خطيرة جدا عليك أن ترشد أو تقنن استهلاكك للإعلام لكن حتى نصل عند النقطة والحلقات المعنية بكيف نحصن وعينا ونحصن استهلاكنا للإعلام أو نشاهد الإعلام بأمان وبوعي يفوق مكرى القنوات علينا أن نفهم ما هي تقنيات التضليل المعلومات من أهم تقنيات التضليل أو تقنيات صناعة الكذب في القنوات والفضائيات طبعا صناعة الكذب تختلف من قناة إلى قناة من مجموعة يعني هي مجموعة يعني قنوات كبرى أسماء كبيرة كالسينين كالبيكيسية كقنوات هائلة ترعي تستهدف النخبة والناس الذين يحترمون عقولهم بينما هناك قنوات كالجزيرة وقنوات أخرى يعني تعمل على استهداف العموم والطلابات الجامعيين والسواحة الذين يعرفون شيء عن تاريخ بلادهم فهي مجموعات ولكل مجموعة حد معين من استخدام نسبة الأكاذيب في الواقع يعني نحن ذكرنا بأن التضليل الإعلامي هو تقديم الواقع مخلوط بمجموعة من الأكاذيب بصورة ممنهجة ومرتبة تجعل تكذيبه لا يصادر تصديق أو مصداقية الجهة الكاذبة أو الجهة المضللة وتجعل في أسوأ الأحوال أنه يعمل تضليل وإرباك للمتلقي حتى وإن شاهد تكذيب هذا المعلومة تصاب مع الوقت بالإرباك مثلا عندنا مثلا يقال مثلا العيار الذي لا يصيب يدوش أو يربك يعني فروح الحرب الإعلامية موجودة في تاريخنا كالسلق بشري لكن تقنيتها الآن موجودة من أهم صور تقنيتها للتضليل بالمعلومات بالمعلومات أو التضليل الإعلامي بالمعلومات بالبيانات بالكلام إعادة الترتيب وتنظيم وإبراز الحكايق والمعلومات هذا من أحد أهم اللعب التي تكون فهم غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية الكبيرة يعني المؤسسات الإعلامية العربية تكاد جميعها أن تكون مهنية أو حرفية بنسبة لا تتجاوز الخمسين في المئة في أغلبها يعني لكن هناك منظومات إعلام غربي ممكن أن يترجم أو تركيا أو إيراني يعمل على إعادة ترتيب المعلومات حول ظاهر معينة أو مفاهيم معينة بأسلوب يقدمها بأسلوب معينة أو لويات معينة حول مصطلح معينة وهذه نقطة معاقدة ولكن أنت تشاهد بأن الخبر مثلا في قناة إيرانية نفسه الخبر مثلا في قناة تونسية لكن إذا وجدت كيفية السياغة للعنوان وإعادة الترتيب وهل هو الذي خلفية تاريخية لأسلوب خلفية تاريخية إلى أن ينتجه مدى أولوياته ومدى أهمية فستجد أنه فعلا من أهم طرق التضليل الإعلامي هو إعادة ترتيب وتنظيم وإبرازة مع الحكاية والمعلومات حول ظاهر معينة على سبيل المثال يعني ممكن أن نتحدث عن علاقات بين الدولة اليمنية مع أي دولة من دولة الجارة لها ستجد أنه قناة الإيرانية تعمل على إيجاد بعض الشواهد التاريخية في لحظات معينة تقليبا لتشويها العلاقة بين اليمن وبين أحد إيران على سبيل المثال بينما كانت أخرى تعطي الأسلوب معينة ثم القناة الإيرانية تأتي تسلط الأضواء والمساحات والحديث حول نقطة معينة ولا طالما وإن ذلك إذا إعادة الترتيب وتنظيم وإبرازة حكائق معينة ثم تصدوا عليها هذا يعتبر أحد أهم الأساليب التضليل بالمعلومات وثم وضع معلومات حقيقية مع تأويل فاشل يعني أنا أضع مثلا حادثة معينة حصلت في تاريخ مثلا خبر سياسي معين ثم ويكون خبر مخفي أو منسي في السياق التاريخ السياسي ثم يأتي هو الذي يفسره ويؤونه بأسلوب تشنيعي أو بأسلوب تشويهي لغرض معين هو غرض وضع الخبر وهذا أسلوب يستخدم بكثرة في إعلامنا النقطة الثانية التي ذكرناها وهي إهمال خلفية الأحداث ووصفها وصردها بصورة سطحية يعني على سبيل المثال إذا ما تحدثنا عن حول أي ظاهرة يأتي الإعلام المكتوب أو النشرة لتسمعها من الجزيرة أو تسمعها من الأربية يأتي حدث كذا كذا في صنعاء أو في عدن أو كذا حول ظاهرة معينة حول السلوك معين ثم لا يأتي بخلفياتها يعني مثلا نجد مثلا جدا تتحدث دائما عن الحوثيين دون العودة إلى ماضيهم المتمرد أو ارتباطهم بإيران بينما دور الإعلام للخليج يذهب إلى تلك الحوثيين على سبيل المثال مع ارتباطهم مع إيران فالإعلام الإيراني عندما يتحدث عن الحوثيين دون العودة إلى الخلفية التاريخية فهو يعمل على تضليلك وحتى ترأي هذه الجماعة وكأنها جماعة نافست على السلطة أو حدثت هناك صراع سياسي وأخذت المجرد وليس بالعمالة والخيانة والعمل الخارج إذن عملية التضليل الإعلامي لا تدعي فكرة مجهد الدهية حتى كيفية إخراج الخبر بأسلوب إعازي تمويه النقطة الثالثة هو الخلط بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الكاذبة في خبرنا وهذه نقطة أيضا من أهم تقنيات وهذه الأشياء تدرس وتدار بها مؤسسات كبرى ويتم من خلالها تلعب بالعقول يعني إن شعرتم بأن الكلام وكأنه علمي أو بس في الواقع هو عملي يتم تنفيذه بأسلوب أو بآخر في غرف التحرير وفي غرف التحرير السياسي للفضائيات للمواقع الإعلامية لسياغة الصحف وخبار الصحف المزق والخلط بين المعلومات الصحيحة والخاطئة هذا أحد أهم صور دس السم في العسل أن تضع معلومة سامة جدا في قلب خبر معين فتأتي تجد أنه 70% من هذا الخبر أو هذا القنوات الكبيرة مثلا على سبيل المثال القنوات البريطانية القنوات الأمريكية تعمل بهذه الاستراتيجية تأتي 70% من الخبر الحقيقية صحيحة ثم تأتي في ثنايا هذا الخبر تجد معلومة سامة جدا تعمل على أثارها القاتل في نفسيتك أو في تصوراتك أنت طبعا هم يعتمدوا على فكرة التكرار والدقة المنتظم وهذا من أهم نظريات الحربة الإعلامية الدقة المنتظم هو فيه من فكرة أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس بهذا الشكل يعني هذا أنه الدقة المنتظم إذا استخدمت نظريات الدقة المنتظم الإعلامية تستطيع أن تقنعك بعد فترة وجيزة مثلا بأن أبوك عدو لك ببساطة لأن غزو العقول أو الزن على الودان كما يقولوا بالعامية ليس عملية سهلة يعني التقنية الرابعة في التضليل الإعلامي أو في التضليل الإعلامي للمعلومات للأخبار أيضا هو التلاعب باستخدام الألفاظ والمصطلحات والأوصاف الخاصة نجد مثلا ما تقدم وكارات المسيرة مسيرة مليونية تظاهرات شعبية إجماع العلماء حول هذه المصطلحات عندما تستخدمها المسيرة بأسلوب معين مثلا العالم يقف إعجابا حول كلمة خامن على سبيل المثال في السحفة الحوثية كلمة العالم كلمة وهمية كلمة مظاهرة مليونية كلمة خرافية ليست في الواقع هناك مظاهرة مليونية في مدن فلكن هناك عندما تشاهدها مظاهرة مليونية ثم تأتي بمشهد بعده تعرفها من ظاهرة أو مكبر أو إيش هو لكن في الواقع مسيرة يعني استخدام الألفاظ تعمل على إيجاد الإنتباع الأول ثم سلسلتها بالصورة وهذا الجزء الثاني من التلاعب بالصور غير التلاعب بالمعلومات عندما اختلط التلاعب بالمعلومات مع التلاعب بالصور أو بالفيديو تبدأ اللعبة تخذ مسارها الأقوى في التأثير على عقلك سواء بك تأثير نفسي أو فكري عاطفي أو عقائدي فالتلاعب بالألفاظ ويعطاء الأشياء مثل الألفاظ زاخمة مع التلقيح بالصور هذا أحد أهم صور التلاعب والتضليل الإعلامي الإيهام والتدليس بالمعلومات والاستطلاعات الرأية والكتب والدراسات يعني دائما ما نجد مثلا في وهذا الأشياء تنتشر في الفيسبوك تنتشر في الواتس أثبتت دراسة هولندية بأنه مش عارفة إيش تمام أثبتت دراسة باستطلاع الرأي العام بأن أغلب اليمنيون يعيشون تحت أو ثمانين في المئة من اليمنيون يعيشون تحت خطة الفقر بينما عندما تقف أنت كباحث تبحث عن هذه المعلومة هل لها أساس أو أصل أو حقيقة سواء هي نقلت عن طريق هذا المؤسسات أو نقلت عن طريق مسؤول إعلامي في الأمم المتحدة تحدث كما يتحدث الهاوي فستأكدنا أنه لا توجد مصدر حقيقي لهذا المعلومة فأيضا استخدام دراسات أكدت دراسة غربية أن مع طلب العرب يعانون من أشياء ويعانون من أمراض كذا أكدت دراسات بأن أغلب المتصفحين في العرب يستخدمون أو يدخلون المواكع الجنسية على سبيل المثال أو المخالق الإباحية عندما تبحث عن أصول وجذور ومصدر المنهجي لهذا الدراسات لا تجد ولكنه عبارة عن ليست الأخبار السياسية فقط متضلل فيها أنت علاميا هناك حرب حضارية اللي هو كصف روحك المعنوية أن تنظر نظرة سلبية إلى ذاتك إلى ذاتك أنت كشخص وإلى ذاتك أنت كشعب أو كأمة فهناك مئات آلاف الرسائل على الواتس وعلى الفيس تعمل على تحقير العرب على الصخرية من اليمني على الصخرية من هذا كله وأنا أقول لكل مؤتمري أي شخص مهما رفع في الفيس صور الشهيرة الزعيمة أو عالم المؤتمر أو الزوكة أو ما ذلك وهو يتحدث بنبرة التكوين أو الانهيار أو الضعف أو يبث فيك ثقافة الضعف أو يهز فيك الأمل يعرف بأنه ليس مؤتمريا على الإطلاق لأنه ليس مؤتمر أو ليس في صفك أو لأي شخص يدعي الوطنية يتحدث على أنه هذا شعب يمني كلمة شعب يمني يعني يتحدث اليمنيين دائما هذا كلمة دائما جاءت من الدراما هذا الشعب اليمني وإحنا الشعب اليمني وينسى وكانه سائح ويمني أيضا هذه الأفكار هدامة تعمل وينشرها بسلوب معين أشياء خاطئة فاستطلعت الرأي أيضا الدراسات، الكتب، الروايات التي تعضيك معاني الحرية المتجريدية على سبيل المثال لا توجد حرية تجريدية في الإسلام ولا في عقل العرب ولا عند اليمنيين الحرية هي في اختيار ما يخصك ليس الحرية في أن تعبث ما يخص الآخر يعني الحرية تنتهي عندما تبدأ حقوق الغير عندما تبدأ اللوازمة التنظيمية للغير أما حرية حرية وأنا حرية تعني أن تمارس ما لك علم به أما ما أنت جاهله فأنت لست حرا فيه فالحرية ليست الفوضى لكنهم يريدون أن يصورها بأنها فوضى يعني مسلسلات أماف لا مهمة أيضا فوضى فهوليود رسمت في عقولنا بأن جاءت بأبطال يمتلكون من الوسامة والبطولة وكل المثالات بينما في الواقع لا يمكن أفكار صبيانية النحيازية والتحيز والتوظيف في اللغة أيضا قلب الحكائق وقلب الصور هذا أيضا أحد صور التضليل أيضا من صور التضليل الإعلامي أن يكون هناك حدث هام من صالحك لمعنوياتك وهذا يلاحظ مثلا في اليمن عندما يكون هناك حمر هام أو كان هناك كلمة للزعيم أو كلمة في مراحل معينة سريعا ما نجد أن الإشاعات تتسابق وفاة الفنان اليمني أيوب طارش أو أبو بكر سالم أو أي حدث كبير يحاولوا أن يصرفوا انتباهك عن انتباهك وهذا أيضا أحد أهم صور الحرب الإعلامية والنفسية وتقوم بها دوائر وتجد أن هذا الخبر انتشر في عدة لا تعرفة محركة البحثة الخاصة بفيسبوك أو بواتس لكن هناك يعني هناك ناس يعني بتعمل بباب الإلكتروني هذا سنتحدث عليه في حلقة أكادمة يتكاظب اليوم يربو عن مئة دولار في مقابل إرسال مئات الآلاف من الرسائل على مختلف المجموعات في الواتس على سبيل مثال أو في الفيس وأيضا إضافة إلى مكونات خاصة في تشكيل الفيسبوك والتويتر ولذلك تعمل على نشر موجة أنت تعتقد بأنك تؤثر يعني بعض الناس يقول لك أنا لدي خمسة ألف متابع لو أحصد على كذا لايك يعتقد بأنه يؤثر لا تؤثر لعلى من هو معك بينما أنت تأثر أما الموجات الكبيرة هي المحركة ما يتحكم فيها ليس أنت إذن تميع القضايا والمواضيع تميع القيم الوطنية نشر الكوميديا الساخرة الكوميديا التي تصرف أو تنفس غضبك وغيرتك على شعبك وتحول أبشع الامتهاكات في حقوقك إلى سكتش كوميدي هذا من أبشع نظريات التواصل ونظريات التضليل الإعلامي الأخير أيضا التلاعب بالصور التزوير والثبركة الإفلام وصناعة الوثائقيات يعني لاحظنا مؤخرا مثلا الحوثيين جاءوا به وثائقيات يعني الأخوان مبارعين في استخدام الكوميديا والضحك في تميع الأمور الحوثيين يمجلك وثائقية مجرد التقع الشهيد علي عبدالله صالح بحاخام في أمريكا رجل حكم 33 سنة والذي جالي يهودي التقى مع حاخام يهودي وأخذوا من الورق وعملوا في وثائقية كاملة تحاول أن تطفئ نظالية علي عبدالله صالح في القضية الفلسطينية على سبيل المثال طبعا الفضائيات القضايا والوثائقيات الأخرى الآن لم تعد الوثائقية التي صورت وأنها بحث علمي وعلماء بالعكس أصبحت السموم تأتي حتى بالوثائقية السياسية من مختلف القنامات فرق عمل الصناعة الكذب هذا أهم تقنيات التضليل اللي موجودة اللي تتكيدها في الخبر في الفيلم في النشرة الأخبار على القنوات في الأنترنت في خبر عاجل في مهم في التوك توك كل هذا اللي أدعنا أن أقوله بأنه كل مواقع التواصل الاجتماعي تعاني من عدم وجود أي هيئة تحرير لأي معلومة صدرت وبالتالي هي عبارة عن قنوات كبيرة جدا لنشر المعلومات بلا تحرير وبلا أي مسؤولية يعني أنت تستطيع أن ترفع قضية التضليل وتكذيب على قنوات تستطيع وهذا يعني قانونيا فقط أم عمليا لا لكن الإنترنت وموقع التواصل لا تستطيع لأن هيئة تحرير تعني هيئة تتحرى من صحة المعلومة هذه المقانون ليست توجد لا توجد فأنا يعني خلاص الموضوع هذا دائما كل من يمس ثقتك أملك تصوراتك كل من بث فيك أخبار تشعر بها بالإحباط أعرف بأن هذه ليست إلا حرب إعلامية ونفسية تمس ما وجعك وعليك أن لا تلتهمها ولا تأكلها وأن تراعي نفسك وأن توضح للناس بأن هذه المعلومة مسمومة الفيروسات الحقيقية ليست في فيروس للأجهزة التليفونات بس فيروساتنا أحنا هي عبر على الأفكار والمعلومات العلامة انتهت حلقته لهذا اليوم والحلقة الكادمة سنواصل أيضا ما هي صورة التلاعب أو ما هي منتجات أو ما هي النتائج التضليل الإعلامي على عقولنا وصولا إلى الحلقات التي سنناكش فيها كيف الكنوات العربية تدلس الكنوات الناتقة بالعربية أو العربية الوطنية أو الناتقة بالعربية وهي مدارة من الخارج سواء من الغرب أو من تركيا أو من إيران أنتات حلقته لهذا اليوم الرحمة والكلد للزعم عبد الله صالح تحية الجمهورة اليمنية وإلى حلقة قادمة اشتركوا في القناة